السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا يمس كان عندي موضوع عن الخواتم في الحضارة الإنسانية بصفة عامة حقيقة الخاتم الحقيقة شيء مهم فارتبط الخاتم بالملك فكما يقال خاتم بالملك أيضا في الكتب المقدسة في الدينات الإبراهيمية خاتم سليمان الذي كان يعني يستطيع به أن يحكم الجن ويحكم العالم فارتبط الخاتم بالكاريزمة الشخص وبمكانته الاجتماعية أيضا ارتبط الخاتم بقصص الأبطال مثل هنبال الذي وضع سمه في خاتمه عندما اقترب منه الرومان شرب السم الذي كان موجود في خاتمه فهو يعني موضوع كبير حقيقة وهو جزء من كاريزمة الإنسان ومن هالة الإنسان بأن يكون لبس الخواتم فالخاتم حقيقة له صفات عديدة وله أشياء عديدة طبعا بالنسبة لمعادن الخواتم فهي كثيرة حقيقة مثل الفضاء أو الذهب القصدير النحاس خليط من معادن مثل البرونز ويسمى الصفر والشبه أيضا الخاتم من الحديث ورد ذلك أيضا في الحديث أيضا من الخواتم كانت مرتبطة أيضا بالإنسان الختم أو المهر حيث يقوم الملك أو الحاكم أو القائد بختم الرسائل الصادرة منه بخاتم كان يضعه في يده مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم يختم به رسائل التي تخرج من ديوانه إلى بقية الملوك العالم والحضارات المختلفة وأيضا أهم الإنسان بكثير من الأحجار فنجد بأنه الإنسان القديم أيضا وضع أحجار على الخواتم المعتقدات ربما لتزيد منها أو ربما لأشياء جمالية فالخاتم شيء جميل حقيقة وأيضا الخاتم له ميزة جمالية أيضا لكن نجد بعض الخواتم موجودة في المنطقة القديمة لا تحوي مثلا فصوص خواتم خاصة في الأصول القديمة وإنما تكون من معدن واحد مثل هذا الخاتم الفضي حيث نلاحظ بأن هذا الخاتم نقش عليه أو نحيط عليه بعض الورود والزهور طبعا له معنى حقيقة أيضا الخواتم في القديم كانت تصب صب لم تكن تشكل معدن يشكل وإنما كانت تصب في قالب مثل ما نلاحظ هذا الخاتم أيضا هذا الخاتم نلاحظ بأن هذا الخاتم هنا يدلل أنه صب في قالب معين فالخواتم حقيقة عالم كبير لكن ما يشدني حقيقة النقوش الموجودة في هذا الخاتم مثل هذا الخاتم من عمان الذي يحوي أيضا النقوش جميلة أيضا تتشابه مع النقوش الموجودة في الأبواب وفي حتى أغلفة الكتب في النقوش الجصية في حتى شواهر القبور فنجد بأن الفنون مرتبطة ببعضها البعض أنا أنظر إلى صانع الفضة بصفة عامة سواء كان صانع خواتم أو صانع أو حتى الناس الذي يكون المعادن سابق المعادن بصفة عامة أو مشكل المعادن فهو فنان حقيقة في النهاية فنان يعني مبدع ويبدع حقيقة في كثير من الأشياء فهو موضوع مرتبط بدرجة كبيرة ترجمة نانسي قنقر